طبعا انا كتبتها شكرا الجزائر يا جماعة ده ابسط حاج اي زور يعني لو خدت المشهد قدامه الغرار اللمس قالوا الحارس ده لو لجزائر انا تقريبا ما بمشي يقول الكلام ده ده خير خدتها في راسك البرهام مش اللي اشنه الجزائر مش عشان يجيب سلاح مش عشان يسلم عليهم مش عشان العضو الضاهم في مجلس الهام عشان يستشير عشان يطلع امس الحارس يقولها كلامنا ده ده المختصر المفيد لما انتمشي للدول الممانعة والدول اللي عندها قوة والدول اللي عندها اخلاك تطلع منها بالخير ولما انتمشي للدول اللي عندها غير الشر بتمشي لكينيا وبتمشي لأسيوبيا بتمشي لجيبوتي فارق فارق عديل فارق دايما لما نمشي من مناطق المناطق بتحت الريالة بتحت الناس الممانعة يسمد ولا الممانعة الناس الماكين كسر بتجيك الغرارات السمحة بجيك الخير بجيك الشغل الدغري لا لف لا شك لا لا تك مشى الجزائر قاعد وصل انه عندنا قضية كده 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 اخذ الخبرة اخذ الرأي استشار وما خاب من استشار نقول له شكرا والله خطوة كويسة يا برهان الممتاز والله العظيم كونك تمس ممتازين ونص وخمسة اه يعني الغرار ده ما يتخذه هنا في على صادق وابصل على ده قاعد لا 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 على صادق لا يبقى غير السبغة والحريم ما عنده حاجة ما عنده حاجة يفهمه لكن الحاجة الطلعت دي طلعت بعد استشارة وبعد دعم مباشر من الجزائر وعشان كده كتبت لك شكرا الجزائر شكرا الجزائر لانه هذاته برهان لو اسمحته في حديثه بتكلم في الجزائر الخمسة دقائق اللي تكلمها قال انه الجزائر قدرت انها تحصل على عضو دايم في مجلس الامر نبه للحتة دي يعني ماشي زيارة عشان ينبه لا لا نبه للحتة دي لانه ده القرض من الزيارة دي الخلاصة الخطاب اللمز دي الخلاصة بتحت الزيارة فهمنا فهمنا شرحنا شرحنا الخطاب بتاع الحارس ده مفروض يطلع له ثمانية اشهور يطلع لانه كان حيقلل حيقلل الضغط على جيشنا حيقلل ديل ذاته بدل يشتغلوا بالجهة حيشتغلوا سر الان هون شغالين شغالين بوزعوا ساي كان السلاح الان اللي دانا بتحت الحارس ما كعبه قويسة جدا جدا لكن مداخرة لكن قالوا هم جات الامارات دولة بتهت عمالة دولة بتحت ارتزاء دولة بتدعم المتمردين دولة بالنسبة لان عدو احنا قلنا للناس القاعدين في الامارات اي قرش تاكلوا في حنكة حرام عليك اقعدوا في الامارات اغنوا واشفعوا لكن اي قرش تحشيوا في كرشك حرام عليك اي قرش تاخدوا من الدولة دي انت خاين انا بقوله لكم عديد والتاريخ ما بيرحمكم ما تقول لي والله احنا وظروف ما في ظروف دعا مالا دولة بتقتل فيكم ويتم قاعدين زيكم زي القطيع ما فيه ما تقول لي تشيل جوادك وتطلع المكتوب لك ربنا بيديك له ما تقولوا والله ظروفا ما في ظروف ما فيه عزر الامارات الجامعات كلها سودانين اسهزة مدرات الجامعات كلهم سودانين الشركات كلها سودانين الغطاء الخاص كله سودانين معظم الغطاء الحكومي سودانين كلكم وقت واحد قولوا ما دارين يلا معشين مرجل لا لا دارين احنا وان احنا ما في ظروف دي سما خيانة خيانة قاعد في الامارات الان انت خاين طالما دانوه رسمي وسبت شرعا ان هل بتدعم انت خاين موضوع منتهي تاني ده ما فين غاش ولا تقول ما في سبب ولا عزر عزر ما في عزر ما في تاني دي حقائق اي زولة الان قاعد هناك ده بالنسبة لنا خاين لانك الان انت بتاكل القروش اللي بتاكل فيها دي بيدم اولادنا الان بيقتل فينا القاعد ما عدا انت بتشتغل لده وبتنمي لده انت بتساعد في مقتل اولادنا وتدمير بلدنا حنغفر لك كيف كيف هنغفر لك حتى تقول لنا والله ظروفه عندي وسي كل الناس عندها وسر الناس في سودان دي الاكتر من 15 مليون يشردوا ما عندها نسر عندها نسر مستحيل دولة يدينوه يدين الحكومة عملت عليها الآن عملت عليها المواطن اعمل العلي طالما الحكومة دانت المواطن يدين يدين بيش نوم في البيدين بالكلام في البيدين بالفعل في البيدين بي يخلي لون بلدهم يبعد منهم دي كثيرة لا قلنا لك شي سلاح خلي لون بلدهم ما تقولوا مؤسرين والله العظيمة الجامعات كلها تخرب الليلة السودانيين يطلعوا منا والله يتخرب مدرات الجامعات السازة الجامعات السازة في المدارس الغطاع الخاص 90% سوداني حارسين شنون وفي الواحد يطلع لسانه وجيش ما عندك جيش ما عندنا شعب احنا لما يكون في شعب يكون في جيش لما يكون في شعب يكون في جيش عشان ما تطلعوا على سنتكم وتوعدوا تتكلموا ونحن ندعم لا لا ما فيه الدعم ما كده خلاص دي مرحلة تحت الدعم المعنوي والدعم أضع في الليمان دي انتهت الآن الشغلة بانت الدولة أدانت أدانت بالفم المليان أدانت إدانة تامة الإدانة تامة تعرف الإدانة تامة إدانة تفصيلية الإدانة التفصيلية دي إحنا مفروض نكون عندنا تتكلموا كشعب سوداني الدول البر كل السفارات البر الشعب السوداني في دول أوروبا المناطق كل الناس تمش المكان السفارات دي تحاصر السفارات دي تحاصر السفارات دي تصير للعالم أنه دي بالنسبة لنا ياهون الشيطان دي الحقيقة ما الغرار ده ما لو حرسنا غرار 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 طلع لازم الغرار يكون عنده دعم لازم الغرار عنده مواكبة من الشعب السوداني عشان الغرار يكون من الشعب ما يكون من بعدين يقول لك ديل الكيزان طلعوا الغرار لا احنا دارين ان الشعب السوداني طلع الغرار احنا دارين يقولوا الشعب السوداني هدان والقحاطة ممكن يقولوا لا لا ده ما غرار ممكن الليلة القحاط الليلة القحاطة حيبكو بك شديد جدا 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 حيقولوا ده غرار علي كرتي مننا السيء عشان ما تتفاجأ بعد شوية حيكونوا يا دوب لسه ما صحوا من البارات والسكر بتاعتهم السكرانين تقيل بيكونوا طينا ما فهمين حسي بيكونوا قاموا يا دوب بأسر عرمان صبح بباقي إكزاستو ولسه ما واعي بعد شوية بقوموا يفتحوا اتفاجوا باليدانة الليدانة دي حتتدعبوا في قليبهم أول حمدوك حيجوا هبوط تام هبوط تام لأن الأمارات ههو الدولة الحاضنة اللي هو الآن المقاعدة والمأكلة والمشربة والفتحة للفندق ما أدلون أي وظيفة نحن هاتوا ما خلاص الزول دا بالنسبة ليون دلدول ساي ما عنده قيمة خلاص القحاطة الدانة الأمارات ما عندهم فايدة حيقوم يطلبوا منهم كالآتي يطلعوا بتغريدة يطلعوا بواستات تشتغل غرف على أنه الغرار الغرار دا ما طالع من الشعب السوداني الغرار دا طالع من الحكومة الإنقلابية ودل حيقولوا دل حيقولوا ليك حيطلعوا التغريدة كلها حيطلعوا في حتة واحدة عشان كده نحن ندعم غيادتنا بأننا نطلع شوارعنا والناس كلها ما في زول يغيب كل الناس تطلع يعني ما في زول يغيب ما يفضل في البيت ولا لو عندك جردل شيلوا معاك خدتوا معاك برها الناس دي كلها وترفع كلام واضح وصريح أنه الإدانة دي حقت الشعب السوداني وأنه الدواء الذين فعلا تستحق الإدانة لأنه هي اللي بتحارب فينا اللي بيحارب ما في الميدان اللي بيحارب اللي بيوفر السلاح اللي بيحارب اللي بيوفر الساح اللي بيجمع الملاقب من برة اللي بيجيب لنا التأتشارات اللي بيجيب لنا المعدات اللي بيجيب لنا الأسلحة دا اللي بيحارب فينا ما اللي بيحارب فينا الجندي المعجور الملقود ده ما المشكلة المشكلة الفوق لما انت الشعب يطلع والناس تطلع فيه الغرار يكون عنده حاضنة القحاضي مهما كان مهما قال مهما سوى ما عنده حاجة لان يا جماعي الغرار السفير الدائم الحارس كلام تام بحاجاته بمستنداته واستند للغرار بتاع الأمم المتحدة اللي هو القالة والده اللي قال يا سرعطي يلا تحرك تحركت يا دوم تحركت فالحمد لله وشكر لله خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لقد تهي يا بي سوني جميل جدا زيارة برهان لجزائر كارت مسمرة وزي ما ناس كله عارفين جزائر هو قدو دائم في مجلس الأمني وهو الدولة الوهيد الأول زول قطع علاقاتهم بالإمارات لأن الإمارات كان دار يعمل نفس الحركة العملية في السودان كان دار يعمل في جزائر لكن جزائرين طردوا سفير الإمارات وغطوا ما وكل علاقات وطحية لهم وإتهام سودان لإمارات في مجلس الأمني ولاحقا أن يقدموا الشوكوة في مجلس الأمني الدول وجنائيات الدولية دي كلام كويس جدا لأن الإمارات يخونا الدول عودوا بنسبة لنا بعد أي سوداني زي ما قلت إنه قايت في الإمارات إيجبالي ينتقص مغف دي الإمارات لكن للأسف في ناس الليل الآن بيطبلوا للإمارات إنه الهكومة سودان الناس برهان دي المعنى مشارعية ودل كله كيزان والمهم بسبب دابي بيطبلوا للإمارات وفي واحد آمل لنا وجواج في تيك توك والله واحد كده الجن كده جن بيطبلوا للإمارات لكن الكلام اللي حصل عميس في مبارك بين الإمارات وطاكستان دا كرتفيل طبيعي من شعب سودان وإيجاب سودان غيور لوطن دا حقا طبيعي يكون اندور تولي زي دا ويكون شجئ منتقب تجاكستان ودد الإمارات وده كلام دا كوي جيت لأنه قد أدو بنسبالينا في ناس كطار يعني قالوا يتكلموا إنه مفترات ماي يلقبطي بين سياسة وقورة لكن الكلام يتكلموا ويكونون يتكلموا كل شعب سودان يتكلموا ويكونون يتكلموا ويكونون 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 لذلك إن شاء الله نصر الحليف لكي